أن الحجر الصحي العام قد يتواصل إلى غاية الثالث من شهر ماي المقبل ورفعه خلال الأيام القليلة القادمة تتباين المواقف والتصريحات في انتظار القرار النهائي الذي سيتخذه مجلس الأمن القومي قرار يرتبط أساسا بتطور مسار الحالة الوبائية في مختلف جهات البلاد ومدى الالتزام بضوابط الحجر الصحي الشامل والحجر الإجباري خاصة وأن هذا الإجراء يعتبر الأكثر فاعلية وقد يكون الوحيد القادر على الحد من تفشي هذا الفيروس والتحكم في مدى انتشاره أمام غياب الدواء واللقاح المناسب للقضاء عليها ويستند المرجحون لفرضية رفع الحظر الصحي العام إلى الاستقرار النسبي في عدد الحالات الجديدة المسجلة والحاملة لفيروس كورونا المستجد على مدار الأيام الماضية فهل أن هذا المؤشر كاف للذهاب في قرار رفع الحجر أم أن الأمر يتطلب مزيد الحيضة والحذر في التعامل مع هذا الوباء المتحول نقاش يفتح في تونس في وقت قررت فيه بعض الدول الأوروبية مكافأة مواطنيها باتخاذ بعض الإجراءات الجديدة خارج إطار الحذر الذي فرضته الحكومات مؤخرا فقد فتحت إيطاليا مثلا عددا من المحلات التجارية أمام المواطنين للتسوق من جديد مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وكذلك الشأن بالنسبة إلى النمسا وإسبانيا التي قررت إعادة فتح بعض المصانع واستكمال الأعمال الإنشائية لمعرفة كيفية سير الحياة وتطبيق التباعد الاجتماعي مع المواطنين في حال عادت الحياة بشكل كامل عن قريب